اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاطفال خلف منتخب يبحث عن العلياء وينظر لنجوم السماء يغازلها بشوق لمنصة تتويج استعصت على اجيال متعاقبة فمنذ ان اسعدنا رفاق هذا الثناء بابا وشريف لم نتذوق حلاوة اللقب إن شاء الله ذكريات 76 ترجع إن شاء الله إن شاء الله هل تكون كل شجاعة إن شاء الله الحمد لله اليوم يكون إن شاء الله انتصار ونتمنى إن شاء الله هذا الجين يحققينا شي كأس تاني إن شاء الله ونتمنى لهم توفيق إن شاء الله في هذه المقابلة جزائر خوا خوا كل جزائر مغاربة إن شاء الله جرز زيره جرز زيره إن شاء الله نحن مع المغرب جنا من الجري بشي بوغطي للمغرق وعدهم صحوا إن شاء الله نببعوا إن شاء الله نببعوا نحن خوا هي هبة جماهيرية مغربية جزائرية ومصرية تبحث عن نصر قادم وبالفعل فعلها رفاق مول الكرة مبارك بوصوفة بهدف قاتل في شباك البفانا بفانا عقدة الكرة المغربية منذ كأس بوركنافاس عام 98 فعلها الرجال بغض النظر عن الأداء خاصة في شوط اللقاء الأول فحق لهم ولنا الفرح والمرح بانتظار ما هو أجمل وأعظم بطل الليلة كانت ابن قلميمة الجميلة مبارك بوصوفة العميد توج بجائزة أفضل لاعب وللمرة الثانية في تكريم لنجم يأبى الاستسلام في منطقة التصريحات مر بوميل فأشاد بالعلامة الكاملة وجاء من بعده رونار متوعدا من سيأتي في قادم الأدوار أفضل أن ننهي الأمور على نحو مثالي لم نكن جيدين في الفترة الأولى من المباراة لكن في النهاية حققنا الأهم وسعداء بحصدنا لتسع نقاط سنبدأ فصلا جديدا الآن في المنافسات وسنضع كامل تركيزنا على الأدوار الإقصائية ابتداء من الدور الثمن فهناك مباريات خروج المغلوب ولهذا يجب أن تكون حاضرا مستعدا عليك أن تسرجع لياقتك وأن تكون جاهزا بدنيا ولكن ليس سهلا أن تلعب مباريات في هذا التوقيت من رونار ننتقل لمدرب الأولاد ستوارت باكستر هذا الأخير أشاد بالأسود وأعرض عن خيبة أمله بعد هزيمة لا يستحقها الأولاد على حد تعبيره لا يوجد أكثر من طريقة للاعب كرة القدم ولكن ننتذهب للهجوم ضد منتخب قوي كالمغرب سيحرم جنوب إفريقيا من أي أمل في الانتصار ولكن بشكل عام حصلنا على فرص أفضل من المغرب وإن كان المنتخب المغربي هو من سيطر على الكرة في اللقاء من الأسود من لا زال يخاسم الإعلام فمر مرور الكرة ولكن منهم من وقف تحت وطأة الإلحاح كالمقاتل نور الدينم رابط لدينا مباراة أخرى صعبة يوم الجمعة ولا نعرف بعد من سنواجه في دور الثمن سمعت أنه سنلعب في الخامس مساء وأتمنى أن يتم تغيير مبعد المباراة لأنه من الصعب اللعب قبل الغروب فالجو حار هنا جدا سنأخذ قصة من الراحة بعد لقاء اليوم ثم نواصل بعدها الإعداد للمباراة المقبلة اليوم تزين ملعب السلام بالانتصار وبالأعلام المغربية والجزائرية في وحدة مغاربية لخصها هذا الجزائري الوفي والذي اعتدت على رؤيته في الميادين الدولية ومنذ سنوات مرحبا بك بروك لينا وعقوب ملكم شاء الله عجبين أخي هذه البركة باركنا لكم في اللول في اللول تفرجنا المباراة ديكم زوج مبارا تفرجتهم والثالثة دارونا واحد العواقع بيننا بزاف سي بورسة ملعقش بالماشر هذي ونتخل تفتي صارف وانا نقول لك فيديو المجملة ونقول لك يعني من كل أعبقل ان شاء الله يا رب ان شاء الله لاتسمع لي الله في الله لتكون جزائر والمغرب دم واحد دم واحد لغة واحدة نواصل التنقل خارج الميدان فالصافرة أعلنت فوز الفرسان فرسان الجزائر بثلاثية على تنزانيا والقاهرة إذن زاهية بفرحة الأنصار لكم دابريك الشعب يريد لكم دابريك اللي وانا المدرب يخدم الحمد لله المدرب قاعد يقوم بالواجب بتاعه واللاعبين قاعدين يقوموا بالواجب بتاعهم والأنصار قاعدين يقوموا بالواجب بتاعهم وخوتنا المصريين هنا رام طليين فينا رام دير الواجب بتاعهم إن شاء الله عام سناء ينصوا فينال ينديوا لكوب لاش يزوز حواجه ذو ما نش سامع أنا وش يقول لك نحن راني مروحين حتى الفينال باش نرجع لابلك خلاص قارونتي متنين في ختام معارك ملعب السلامة الكروية مشهد جميل لأطفال مصر يهتفون لمن جاء من بعيد فهذه هي كرة القدم مصدر للوحدة والتأخي هنا في دواوير جبال بويبلان في إقليم تازا انتشرت صورة آلمتنا فتفاعلنا معها بالجيمات والبرتاش ولكن رفاق بن عطية قدموا العطايا لهؤلاء الأطفال ليتابعوا الأسود كغيرهم عبر شاشات تضمن الفرجة والمتعة فحق لهذا المشهد أن يكون مسك ختام ليلة ليست ككل الليالي نوفل العواملة عبدالصمد المنتصر القاهرة شكراً من مهدي بن عطية شكران مهدي شكران 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 أمونين محمدي شكراً لكم بزعافة ونشكرك على تشياء التي يتم معنا فقط أنت في واجه في تليفون وقد أغفرتنا كل شيء ونشكرك بزعافة شكراً عشان حكيمي بزعافة شكراً